أهلا بكم انتهاء جولة المحادثات النووية الإيرانية في العاصمة المساوية فيينا والاتفاق على إجراء جولة أخرى الأسبوع المقبل يحتلان جزءا من النقاش على منصات التواصل بطبيعة الحل دلالات المحادثات وردود فعل أطراف الاتفاق من سياق المحادثات لغاية الآن كانت حاضرة ضمن ردود الفعل محمد العمراني وهو باحث في الشأن الإيراني يقول إن محادثات فيينا تتجاوز عودة واشنطن للاتفاق النووي ورفع العقوبات المفروضة على إيران إلى الاتفاق على ترتيبات الوضع في المنطقة للوصول إلى تفاهمات واتفاقات بشأن مختلف القضايا وهذا ما يجعل هذه المفاوضات تستغرق وقتا أطول في حين أن الناشطة السياسية كيلسي دافينبورت ترى في إعلان جولة أخرى للمحادثات الأسبوع المقبل مؤشرا إيجابيا إلى أن هناك تقدما وأنه توجد قوة دفع لاستمرار ذلك أما الملفات التي أثرت فيها المحادثات فيتساءل الصحفي جيسون بروتسكي عن مصير قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي على إيران بخصوص قضايا حقوق الإنسان الذي كان من المقرر إعلانها هذا الأسبوع ويضيف هل التعطش إلى الحفاظ على الاتفاق النووي أدى إلى وقف تلك العقوبات مؤقتا وفيما يخص سفينة كوريا الجنوبية التي أفرجت عنها إيران مؤخرا يرى الناشطة أحمد اليهري أن ما قامت به إيران يعكس مدى التقدم الذي تحقيقه مفاوضات فيينا بحسب تعبيره وقرأ الكاتب عبدالله الشاجي في تفكير إدارة بايدن برفع جزئي للعقوبات عن تهران تنازلا أمريكيا جديدا لضمان الوصول إلى اتفاق نووي جديد مع إيران في موضوعين الثاني نشر صورة بطاقة اللقاح بعد الحصول عليه بات أمرا رائجا وشائعا لكن هذه الصور قد تستعمل لتزوير بطاقات مماثلة فقد نبه خبراء إلى انتشار بطاقات لقاح مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي وحذروا من خطرها السعي إلى الحصول على بطاقات اللقاح فقامته الحاجة إلى السفر بحرية دون الحاجة إلى حجر أو اختبارات في الدول التي بدأت تطبق ذلك موقع فيك سبوت لكشف القوائم والتقييمات المزيفة عبر الانترنت كشف أن هناك آلاف المتاجر التي تبيع بطاقات اللقاح المزورة أو المسروقة عبر الانترنت والغريب بالأمر أن البيع لا يتم سرا أو عبر الانترنت المظلم وإنما عالنا وصراحة عبر صفحات على فيسبوك تسمى بطاقات فاكس أو على موقع البيع الشهير إي بي بترويجها على شكل بطاقات لقاح فارغة مقابل مبلغ يتروح بين 20 و60 دولارا الإعلامية ميغان موريس لا يوجد مفار من انتشار بطاقات مزورة للقاح كوفيد فمنذ 100 عام انتشرت شهادات تطعيم مزورة ضد الجدري حتى أن البعض باعوا ندوبا مزيفة حيث يمكنهم إظهار ندبة الحقن كدليل للتطعيم الكاتبة لوسي أورتيز انتقدت إحدى البائعات تظن أنها تقدم خدمة عامة للناس ولكنها لا تخدم أي أحد بل تعرض صحة الناس للخطر وكتبت الصحفية شيرا فريكل معظم الأشخاص الذين يشترون بطاقات لقاح مزورة هم من النشطاء ضد اللقاحات والبعض الآخر يشتريها لكي يسرع عمليات حصوله على اللقاح عبر التظاهر بأنه أخذ الجرعة الأولى وهو الآن مستعد للجرعة الثانية الكاتب جوزيف ستينبرغ غرد ناصحا يجب عدم مشاركة صور بطاقات اللقاح على وسائل التواصل الاجتماعي حتى لو أزلتم تواريخ الميلاد يستغل المجرمون الكثير من المعلومات والأرقام الموجودة ومن وجهة النظر القانونية يرى خبراء أن هذا البيع قد يؤدي إلى انتهاك القوانين الفيدرالية التي تحضر نسخ معلومات من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها وقد يعتبر الأمر انتهاك لقوانين سرقة الهوية عندما يتم ملؤها بتواريخ وأسماء مزيفة تهاية هذه الفقرة مشاهدين والآن عودة إلى وائل وأخبار الظاهرة ستحدث بعد قليل أيضا عن لقاحات كورونا وخاصة أسترزينيكا صحيح لأن فرنسا طبعا موضوع الجرعة الثانية صحيح موضوع الجرعة الثانية شكرا وائل